الموهبة والإبداع هي عماد بناء المجتمعات ومن هذا المنطلق احتفلت المديرية العامة للثقافة ورياضة والشباب بمحافظة ظفار بتكريم المجيدين في مسابقة الأندية للإبداع الثقافي للمرحلة الأولى والثانية والتي شارك فيها أكثر من 480 مشاركا توزعوا على كافة المسابقات حقيقة في الدورة الثامنة ما يميزها مشاركة أندية محافظة ظفار جميعا عن الأندية الخامسة وهذا العدل حقيقة يطمئن كثيرا في جميع مجالات المسابقة في دورتها الثامنة ما يميز أيضا مشاركة في عدد العروض الخامسة وكأنك في مهرجان مسرحي متميز شهدت المسابقة في مرحلتها الأولى تنافسا كبيرا من قبل المشاركين على مستوى الأندية لتأتي المرحلة الثانية على مستوى المحافظة والتي تضمنت المسابقة الثقافية عمانيات ومسابقة الفنون الشعبية ومسابقة الشعر الفصيح وختامها بمسابقة المسرح الثنائي للديودراما حقيقة المسابقة إبداعات ثقافية جاءت لتبين دور الشباب في هذه المجالات المختلفة المتنوعة من المسابقة فمجال الشعر هو ملازما للروح ومجال الشعر مجال التعبير ومجال الحس ومجال الفن بشكر للوزارة على هذه الفرصة ومثل هذا البرامج التي تحتنا مثل هذه الفرصة من أقل تطوير تطوير مثل شيء نحن نحبه ونعشقه مثل المسرح فمبارك أيضا لأخواني فريق العمل المسرحية تنصاف ليحصولها المركز الأول وأيضا مبارك لنادي النصر تسعى مسابقة الأندية للإبداع الثقافي إلى تفعيل العمل المؤسسي بالأندية الرياضية والثقافية واكتشاف المواهب الشبابية في مختلف المجالات وخلق بيئة لصقل المواهب الشاب بعد شهور من الجد والاجتهاد والمثابرة والعمل والمشاركة في جميع مجالات هذه المسابقة هكذا احتفلت محافظة ظفار بأبنائها المجيدين في مسابقة إبداع الثقافية عبدالله بن عبدالعزيز تبوك محافظة ظفار